بسم الله الرحمن الرحيم في هذا المقطع سأريكم كيف يمكن تحويل موقع إلى تطبيق على أجهزة الأندرويد بداية ندخل على موقع Apps Geyser نكتب اسمه في جوجل ثم ندخل إلى أول رابط طبعاً نتأكد أن لا يكون هذا الرابط إعلاناً appsgeyser.com يتطلب هذا الموقع مني تسجيل الدخول فأدخل إلى Login نقوم بتسجيل الدخول ببريد الجيميل من هنا وإذا كان هناك أكثر من بريد جيميل لديك فيمكن اختيار أحدها بعدها نضغط على Create Now من هنا أو من الأعلى هنا يمكننا تعريب الموقع بالضغط على زر الموسي الأيمن ثم ترجمة إلى العربية نختار الموقع يتطلب مني الآن وضع رابط الموقع الذي أريد تحويله إلى تطبيق هنا أقوم بنسخ رابط الموقع ثم ألصقه هنا حفظ يمكن إضافة حساباتنا على فيسبوك تويتر ولكن لا أريده الآن سأقوم بالنزول إلى تغيير ألوان التطبيق يمكن تغييرها من هنا بالضغط على موافق في الأسفل هنا لدينا خيارات إذا كان في الموقع خيارات أو قوائم فيمكن أن تكون جانبية أو سفلية أو علوية بهذا الشكل يمكن أن أختار أحدها ثم التالي أضع هنا اسم التطبيق الذي أريد أن يكون اسمه بعد ذلك يمكن اختيار أيقونة التطبيق من هنا هذا الرمز الافتراضي أما إذا أردت أن أخصص أيقونة من عندي فيمكن كتابة مثلا مثلا أريد أيقونة عن التسوق مثلا أكتب شوپينغ آيكون ولا أنسى أن أختار الصور تبويب الصور لأني أريد البحث عن صورة ولا أريد البحث عن موقع أختار أحد هذه الأيقونات ويفضل أن تكون أيقونة مجانية مثلا هذه الأيقونة تحتها مكتوب free بزر الموس الأيمن أضغط على حفظ الصورة باسم ثم أحفظها لدي على سطح المكتب مثلا والآن من رمز مخصص تحميل يمكن أن أحمل الرمز الذي سبق لي حفظه من أحد المواقع ثم أضغط على هذا الزر المحاصيل ثم التالي طبعا الموقع معرب لذلك بعض الكلمات تبدو غريبة إنشاء يقوم الآن الموقع بإنشاء التطبيق يتبقى لي نشره فأذهب من هنا في اليسار لدينا خيار publish بالنزول الأسفل يمكن نشره على جوجل بلاي الضغط على هذا الرابط أستطيع الآن تحميل التطبيق وتثبيته على جهاز الأندرويد أيضا أستطيع أن أشاركه من أريد أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة